موسيقى أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي شاشة التلفزيون الأردني ودائما عبر قناة الأردن الرياضية أهلا ومرحبا بكم دائما متابعينا عبر برنامج المجلة الرياضية بالتأكيد الكثير من الأحداث الذي شهدها الأسبوع الماضي وعلى رأسها ما يخص كرة القدم الحلم بدأ يقترب الحديث ولا حديث إلا عن قرعة كأس العالم ظروف منتخبنا الوطني لكرة القدم هذا البرنامج الذي دائما يكون منوع ربما في هذا العدد واستثنائيا ستكون حصة الأسد لكرة القدم على اعتبار ما جرى وبانتظار أيضا نهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم كل هذه التفاصيل إن شاء الله في هذا العدد والبداية بأهم العنوي قرعة الدور الحاسم لكأس العالم لآسيا تضع النشامة في مواجهة كوريا العراق عمان فلسطين والكويت اتحاد الكرة يقدم المغربي جمال سلامي مديرا فنيا لمنتخب النشامة كأس الأردن حائر بين إربد وعمان بين الحسين والوحدات إذن سيكون إن شاء الله معنا ضيوف على مستوى الحدث على مستوى الموضوع على مستوى الأحداث التي دارت خلال السبوع الماضي وبانتظار الحدث الأكبر بطولة كأس الأردن قبل البداية تذكير سريع قبل الحديث عن كرة القدم بكل تفاصيلها ينطلق ويقام الآن سباق تل الرمان بالتأكيد هذا السباق التاريخي والذي يعني الكثير للأردن والأردنيين لمن يريد أن يتابع هذا السباق بكل تفاصيله دائما هناك فرصة لمتابعته نشاهد ونتعرف على آخر أخبار هذا السباق بهذا الفاصل وبعدها إن شاء الله بلروح للتقرير والتفاصيل الأسبوع القادم لمن يريد أن يتابع تل الرمان السباق بدأ منذ الصباح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن كان هذا التذكير بأمية هذا الرالي التاريخي للأردن والأردنيين الآن نفتح المحاور كرة القدم وبالتأكيد حديث يطول فيه تفاصيل بالأمس سحبة قرعة كأس العالم كان في تغيير الجهاز الفني لمنتخب الوطني خلال أسبوع الماضي حديث فيه الكثير من التفاصيل والتساؤلات ما الذي جرى؟ ماذا سيؤثر على حظوظ المنتخب تغيير الجهاز الفني؟ القرعة سهلة؟ القرعة صعبة؟ استهنى بالمنافسين؟ بالتأكيد أسئلة وتساؤلات كثيرة جدا يجاوبنا عليها ويعطينا فيها كل خبراته وهو مدرب بالمناسبة شارك كأردني في كأس العالم لكرة القدم للشباب غاب لمدة ثلاث سنوات الماضية لأسبابه بالتأكيد الخاصة والعائلية تواجد خارج البلاد في الولايات المتحدة الأمريكية نرحب من جديد بالاسم الكبير والملقب بشيخ المدربين في كرة القدم الأردنية عيسى الترك مساء الخير مساء الخير يا سيدي مساء الخير لكل جماهيرنا الحبيب دائما وأبدا الله يكرمك يا ربي الله طولت الغيبة ولكن بيقولوا من طول الغيبات جاب الغنايم ما شاء الله عليك الله يكرمك إن شاء الله يا ربي بنفرح لناك الله يكرمك يا ربي يا الله خلاص رجعت السقرات كابتن إن شاء الله بإذن الله تعالى هل عائد للتدريب أو لا؟ والله الأمور مفتوحة إن شاء الله يعني في عندك رغبة؟ هذا السؤال شوف كرة القدم عطتني الكثير أنا فيجى دوري الآن إني أعطي أنا كمان بيظل الظروف الصعبة إلى الأندي وللهاي أنا ممكن تعطي يعني في أي مجال يعني ممكن تعمل فيه على أساس بتعرف كرة القدم أعطتنا الكثير للأمانة يعني طيب إذن يعني نبدأ نبدأ الحلقة بأول بأول خبر أبدأ اعتبروا خبر عيسى الترك يعلن عودته إلى عالم التدريب إن شاء الله والموسم في بدايته وتوقيتك كان مناسب هل الله يكون مكيرا إن شاء الله ربنا وفق الجميع بإذن الله يا رب كل الدعم طيب كابتن كرة القدم بالسنة الماضية شهدت الكثير من التطورات والقفزة التي شهدناها على جميع الأصعدة وأنت لو ما كنت موجود بجسدك ولكن أعتقد كان في دائم متواصل من الاتحاد الأردني لكرة القدم معك عبر زوم أنت في أكثر من ربما لجنة أو مستشار بالنهاية أنت تستشار ليس بالضرورة أن يأخذ بكل ما تقول ولكن أنت بالنهاية تستشار وهذا تكريم تكريم إليك بدي أبدأ بالحدث الأهم ما راح أطول بقرعة كأس العالم أوقعتنا القرعة مع كوريا الجنوبية مع العراق مع عمان مع فلسطين والكويت ما هي ردة فعلك الأولى عندما شاهدت هذه القرعة بلا شك يعني قرعة بالنسبة أنها يعني متوازنة إذا بتطلع أنت بالمنظور الثاني للفرق الثانية والمنتخبات الثانية للأمانة كانوا يتحادوا أنه يجي منتخب الأردن وهذه لأول مرة بتصير يعني أنه يجي في مجموعتهم وهذا إشي جديد علينا إشي آه إشي بعطيك قوة ونفس لللاعبين للجهاز التدريب إنك متابعين كجماهير فأنا باعتقاد القرعة بالنسبة أنها ممتازة فيها أشياء كثير إيجابيات إذا بتقرأ بين السطور ومهمة جداً هاي يعني يعني أحنا كان ممكن نيجي مكان سعودية كان ممكن نيجي مكان أسباكستان إذا بتحسبهم يعني كتصنيف يعني جميل الآن أنت بتأخذها بالحسبة هاي إذا جيت محل سعودية وضع صعب ليش؟ صعب بدك تروح على اليابان فالسفر هذا متعب متعب على اليابان بدك تروح على استراليا صحيح على كوريا الشمالية ممكن ونفس الإشي إذا أسباكستان بدك تروح إيران بدك تروح كوريا الشمالية بدك تروح فبينما مجموعتنا إذا بتطلع عليها بجوز اللي هي بس كوريا الجنوبية يعني مشوار واحد الباقي كلها جيران منتخب فلسطين الشقيق منتخب العراق منتخب الكويت منتخب عمان فالمسافة مهمة جدا جدا خصوصا في تصفيات زي هاي يعني بتعرف كل 14 يوم ممكن تلعب بل مبارايتين أخلى العشر أيام العشر أيام تقريبا فبالتالي إذا بكون عندك مباراة في خلني أحكي في أستراليا بلك تيجي تلعب في عمان تردو تروح على الصين مثلا فهاي مهمة جدا لللاعبين وللجهاز وهذا خدمتنا في القرى خدمتنا هاي نقطة النقطة الثانية إذا بتطلع عليها برضو خدمتنا القرى بإيش خدمتنا إنه منلعب بيتي في أول مباراة وهاي مهمة جدا إنك تلعب في أول مباراة بين جمهورك والثلاث نقاط وأيضا آخر مباراة بيتية بيتية طيب أعطونا الشباب الله الجدول اللي هو الترتيب المباراة والكابتن بحكي نعم فبالتالي هاي كمان رح تقدمنا ومن هنا أنا بقول إن القرى فعلا خدمتنا وبغض النظر إحنا مستوانا عارفين وين إحنا واقفين المجموعة كلها معظمها أو كلها لعبنا معها إذا بنجي على كوريا الجنوبية أي المنافس هنكون واقعيين المنافس معانا على المركز الأول بجوز العراق كمان يدخل في هذا الموضوع لعبنا معاه في دور المجموعات تعادلنا معاه لعبنا في الإقصائية وفوزنا عليه العراق نفسه لعبنا معاه بالإقصائية برضو فيه بطولة آسيا وفوزنا عليه وبالتالي برضو هاي تصفيات ما فيش منتخب يوصل للمرحلة هاي إلا بكون عنده طموح صحيح وفريق قوي وبالتالي ما في استهانة يعني في هذا الموضوع سواء منلعب مع أي منتخب الآن إحنا يعني واصلين لمرحلة كويسة القرعة خدمتنا نستغلها صح نستغلها صح جماهيرنا وبحمد الله يعني مباراتنا البيتية أكيد رح يكون الدعم الأساسي للمنتخب أيضا إذا بدك تتأهل من هاي النقطة أنا بحكي إذا بدك تتأهل أي منتخب تتأهل نقاطه البيتية بده يأخذهم لازم تأخذهم ما في مجال فعندك 15 نقطة على ملعبك غير قابلات لتفاوض تلعب بره فوزة مباراة لا سمع الله تعادلت مباراة بظل الأهون لكن أي تفريط تفريط في النقاط ونحن بتذكر مرات كثيرة يعني كنا نكون على شواء جميل يعني نطلع من هاي بجوز تعادلنا وخصرنا في عمان يعني بنذكر حتى العرقوي يعني خصرنا في عمان تعادلنا معاهم بره بينما فوزنا هون تعادلنا بره مثلا يعني مثال صغير يعني طيب كابتان هاي نقطة رح أرجع لها بس خلينا أشوف بعض ردود الفعل اللي كانت بعد نهاية المباراة طبعا من من اللاعبين منتخبنا الوطني والجهاز الفني الجديد وأعتقد كان برقة سمو الأمير علي ومعظم يعني أعضاء الاتحاد كيف تابع نجوم منتخبنا الوطني على 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 القرعة كاتي حتر تابعت هذا الموضوع وعملتنا هيك ملخص سريع عن هذا الموضوع خلينا نحكي شوي عن أبرز حدث صار مبارح منتخب النشامة استقر في المجموعة التانية بالدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 قرعة منتخبنا الوطني بجانب المنتخبات التالية خلينا نشوفهم سوا مع بعض أول شي عندنا كوريا الجنوبية العراق عمان فلسطين ولكويت إذن هاي هي القرعة يلي كانت عن المجموعة التانية انتشرت طبعا مبارح وأجريت القرعة مبارح نشر مبارح كمان موسى التعمري صورة بيعبر فيها عن حماسه للمباريات وكتب عليها Let's go together very excited ونشر كمان براء مرعي وفرسش الباية وأكتر من لاعب أجواء متابعتهم للكرعة بتواجد سمو الأمير علي خلينا نشوف الفيديو هات سوا ونرجع خلينا نحكي كل التوفيق لمنتخبنا الوطني أول مباراة ستكون لمنتخبنا الوطني بخمسة تسعة مع منتخب الكويت نتمنى لهم كل التوفيق ونرجع لك أحمد شكرا كاتيا كابتن عيسى أسعدني وأزعجني فنيا أنه أحنا نستهيب بالخصوم ولا أشكك بأحد هذه ثقة ممتازة ولكن في كرة القدم الثلاث نقاط أمام الكويت وفلسطين وعمان هي نفس النقاط الثلاث أمام كوريا والعراق ما الذي يجب أن يعيه لاعبين وهم ما أعتقد عندهم كمية وعي جيدة والذي يجب أن يعلموا الجمهور بأهمية كل نقطة في هذه التصفيات لأنه أنت قلت كنت تحكي كنا نضيع نقاط أمام فرق غير متوقع بفوز على الكبير ونروح نتعادل بمباراة سهلة وأنا أخشى من الثقة الزائدة يعني أقول شغلة مهمة جدا ومعظم لاعبين الآن محترفين على مستوى طيب أكيد رح يكون في إعداد نفسي لهذه النقطة لأنه إحنا بالنسبة أنه مكان يعني أوكي يعني مينما كان موجود أو وصل لهذا الدور أنا باعتقادي فريق كبير اتنين أكبر مثال الآن في بطولة أوروبا يعني تفرج فرق مغمورة مش معروفة على الساحة الأوروبية الآن عم تسوي مشاكل كبيرة لمنتخبات باع طويل أنا باعتقادي لازم يكون الحسب دقيقة نحن نحترم كل الفرح والمنتخبات ويجب أن يكون هناك مجهود بدون مجهود بدون لن تستطيع أن تصل بدون مجهود بدون تفكير كل مباراة بطولة كل مباراة في التصفيات بطولة إذا بكتروع كأس العالم ما في مجال لتفريط بالنقاط ما في مجال هذا منتخب ضعيف هذا منتخب قوي لأنه إذا بتفكر هيك راح تمشي الدقيقة عشرين راح تمشي ستين راح تمشي تمانين راح تمشي تسعين بعدين تفرج على حالك وإلا أنت خسران نقاط أنت كنت تفكر أنها مضمونة تمام بالتالي ما في شيء مضمون وأنا بعتقد الجهاز التدريبي والإداري لازم يكون له دور كبير في هذا الموضوع ما في منتخب سهل ما في أبدا منتخب شفنا حتى في آسيا في نهاية آسيا في قطر شفنا أن منتخبات لم تكن بالحسبان يعني وقفت فرق وكان إلها دور كبير إنها تطلع فرق ومنتخبات على مستوى عالي أنا بقول أوكي الآن إحنا في مرحلة قبل البطول يعني بايل خنقول أقل من شهرين بيومين الآن يجب أن يكون فترة إعداد نفسي لللاعبين وللجماهير حتى يعني للجماهير مرات كثير ممكن الجمهور له الدور الكبير صحيح في دعم المنتخب في التسعين دقيقة مهم جدا الجمهور وشفنا يعني ياريت نتفرج على بطولة أوروبا منتخبوا خسران مرات أو متعادل وبيظل يشجع ويدعموا لآخر لحظة صحيح وبالتالي يعني فيه أشياء كثيرة لازم إعلاميا وفنيا ثقافتنا ثقافتنا في دعم المنتخب لأنه إحنا رايحين بإذن الله لك أس العالم إحنا رايحين 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 ولكن إحنا منحكي هذا الكلام عشان ما يصير معنا أي صعوبات بإذن الله خروح من الدور بإذن الله اللي اختصر علىنا خلن نختصر على حالنا وقته ويختصر على حالنا أشياء كثيرة من شايف متأهل عن هاي المجموعة بشكل سريع والله يشوف هو يعني على الورق التلت فرق اللي يعني ممكن عم بتباطحه شوي اللي هو الأردن كوريا العراق يعني هاي اللي ممكن يكون في شوية منافسة بين بعضين وبعتقد إنه راح تلعب الفرق الثانية هاي من تحدد هاي من تحدد فبالتالي أوعك ولا ولا تستبعد أنا كتشوف فريق موجود أيوة فبالتالي فبالتالي احنا بنا نتحيّد من هاي الدور فالفرق الثانية أنا بأعتقد ممكن يكون لهم دور في من هو الأول والثاني طيب جميل جدا احنا محورنا كثيرة فبدنا نحاول نستثمر وجود الكابتن معنا نروح للحدث اللي أيضا كان خلال أيام الماضية وهو تقديم المدرب المغربي الجديد استمرارا للمدرسة المغربية وبعقد يمتد لثلاثة أعوام استعانى الاتحاد الأردني لكرة القدم بالمدير الفني المغربي جمال السلامي خلفا للمغربي مواطنه الحسين عموتة وبعدما كان الحديث خلال أسبوع الماضي عموتة رحل لماذا رحل في المحصلة عموتة غادر ارتأ مصلحة الشخصية مصلحة الفنية الاتحاد وجد البديل وهذا حال كرة القدم أسباب ويعني نحتاج إلى حلقات حتى حتى نتحدث عن أسباب رحيل عموتة ولكن أعتقد الأمور كانت واضحة رغبة من عموتة الاتحاد الأردني حاول لم ينجح في الإبقاء على عموتة وأعتقد هذا هو الأصل في الموضوع كان يبقى الحسين عموتة ولكن هذا الرجل الذي نشاهده بالصورة هو لا يقل أهمية لا يقل قوة لا يقل تاريخا وأعتقد تحدث في المؤتمر الصحفي بأنه ربما كان تم الحديث معه قبل الحسين عموتة حتى في الفترة السابقة هو تابع منتقب الأردن منذ مباراة النرويج هو يعرف اللاعبين وبالمناسبة يعني الكابتن جمال السلامي تحدث بأنه حتى المغرب المغرب المملكة المغربية الشقيقة الحبيبة هي تعرف الـ 11 لاعب اللي بمنتخبنا الوطن وهذا الشيء يسعدنا ونفخر بأن نكون يعني هذه وحدة الحال العربية وهو امتداد للمدرسة العربية في تدريب المنتخب الأردني إذن جمال السلامي بتاريخ ممتاز بسي في ممتازة بمعرفة ومتابعة لأحوال كرة القدم الأردنية ما الذي يحتاجه جمال السلامي كابتن على ضوء ما تشاهد حتى يواصل النجاحات والحلم الآن أصبح واضح هو كأس العالم وعقده يمتد إلى ثلاثة عوام يعني احنا خلينا نحكي للأمانة يعني أنه الاتحاد برئاس السمو الأمير علي قدر يطلع من هاي المشكلة بأقل الخسار أنا رأيي شخصي كيف؟ أول شغلة رغبة الكابتن عن موتها أنه يترك بغض النظر عن الأسباب وإن كان التوقيت صعب جدا علينا نحن المنتخب وعلى الاتحاد بالذات يعني يوجد قرار صعب يعني ومن هون أنا بقول أول قرار أنه نستعين بمدرب قريب من عقلية الكابتن حسين عموت طبعا نتمنى له التوفيق أيضا يعني الأمانة حتى نكون منصفين قدم إنا للكرة الوردنية فريق محترم بنهاية آسيا وبالتالي الله يوفيه يعني إحنا الوردن عادة يعني سمو الأمير والإدارة الاتحاد عادة مع المدرب في نواحي إنسانية صحيح مع المدرب الآن الكابتن جمال أنا بعتقد أنه رح يوخذ وأهم نقطة أهم نقطة أنه الاتحاد بعتقد ركز عليها أنه نفس المدرسة ونفس الفكر والتنين عارفين بعض كويس سواء الكابتن جمال أو كابتن حسين أو كابتن حسين فبالتالي إحنا شفنا بالفترة الأخيرة منتخبنا من ناحية فنية من ناحية فنية قدر يطبق طريقة التلاتة من الخلف وبالتالي لو جبت مدرب بغير المدرسة بغير الفكر ممكن نسوي لنا مشاكل لأنه إذا تذكر كابتن حسين لما يجي كمان أول خمس ست مباريات خسار كانت صعبة عليه لأنه بده يغير الفكر فبالتالي ما عندنا وقت يعني ما عندنا وقت فمن هنا أنا بحكي أنه وجود الكابتن جمال الآن بنفس العقلي وأكيد رح يكون فيه تواصل بينه بين الكابتن حسين عموتها سواء من ناحية اللاعبين من ناحية يعني رح يقصر كابتن هو الكابتن جمال في المؤتمر قال يعني ما بدي أجاوب عنه أنا عن الكابتن جمال ولكن هو قال أنه رح يكون عنده بعض التغييرات بعض التعديلات أكيد أعتقد يعني هو تواصل مع الكابتن حسين عموتها بما فيه الكفاية في الفترة السابقة والرجل يريد نعم أنه يحمي نفسه أنه كمان قادر يقود الفريق ولا يريد الاعتماد على الكابتن حسين عموتها حتى حتى إذا تحقق الإنجاز لا ينسب لغيره وإذا فشل لا ينسب لغيره وبالتالي الرجل يتحمل المسؤوليه هذا حكى في المؤتمر أكيد لكن بالمحصدة لو جبنا مدرب خي نعطيك مثال جبنا مدرب من أوروبا صحب لا لا تعييرت أن تحكي عنه الآن الآن تواصله أصلا مع تعرف أي مدرب محترف الآن والمدربين محترفين أول ما يترك المدرب يصير تواصل مع المدرب الجديد وهذه عقلية منفتحة يعني مش حال لما يكونوا من بلد واحد أصدقاء وأصدقاء صحي وأنا بأعتقد أنه هاي قسرت الطريق كثير علينا من المشاكل يعني الممكن وأكيد الكابتن جمال عنده الفكر تبعه أي مدرب في العالم بده فكره بده يحط فكره يعني نعرف مساعدين قرديولا استلموا فرق كل واحد يعني كل واحد عنده فكر أكيد رح يطبقه والكابتن جمال رح يطبق فكره لكن أنا بأعتقادي بحتاج إلى وقت بحتاج إلى وقت يعني مبدئيا الوقت مش طويل ولا قسير بس مبدئيا بس مضغوط مضغوط لأنه تعرف العيبيننا معظمهم محترفين بالخارج وبالتالي لو كان موجودين زي زمان بيختلف الوبع طيب سمو الأمير علي دعم الكابتن جمال السلامي واستضافه أعتقد في بيته وبيت بيوت الهاشمين دائما هي بيوت لكل الأردنيين والتقط صورة معه يعني أعتقد هذه كانت يعني حتى ما بعد ما بعد إجراء القرعة ودعم وعزز مسيرة الكابتن جمال السلامي وهذا ليس جديد على سمو الأمير علي أنه يقف إلى جانب من يعمل معنا أو يكون بجانب وهذا قمة الاحترافية رسالة من هذه الصورة أكيد ما الذي تستشف يعني هاي بأعطي رسالة للمدرب أنه أنت يعني مهم جدا بالنسبة لنا اتنين أنت في بيت الهاشميين بيت الأردنيين صحيح يعني احتضرناك مش بفندق صحيح مش بمكتب أنت في في عز بيت حطناك يعني فبالتالي هاي بتعطي للمدرب نفس كبير أنه يقدم كثير وأنه يكون فعلا يعني أردني صح مغرب لكن في قالب أردني لا أكيد أكيد إحنا وياهم وحدة حال أكيد والمغرب إحنا بجوز فيه قواسي مشتركة كثيرة بينهم وأعتقد هذا الموضوع شوف الرياضة قديش قربت والكابتن جمال برجع بعيدة حكا في المؤتمر قال أنه الشعب المغرب الجمهور المغرب بيعرف 11 لاعب الأردني وهذا بيشرفنا ومنفتخر فيه يكون معنا بلد بقيمة المغرب كابتن حسين عموتة بيخاطبنا بيقول ولاد عمنا صحيح من نعب وبالتالي يعني أنه الأردنيين ولاد عمنا فبالتالي هاي تعطيك أنه كديش الجمهور الأردني وسموه الأمير علي كديش أثر على حسين عموتة وبالتالي رح أثر كمان على الكابتن جمال خلينا نسمع الكابتن جمال ماذا قال بعد المؤتمر مباشرة رفقة ميسون يونس المرحلة المقبلة إن شاء الله ستكون مرحلة صعبة قوية لأنه المنتخب الأردني النشامة صار عندهم صيد كبير وبالتالي المنافسين سيكون عندهم استعداد غير المرحلة السابقة عندنا فيها مكتسبات مهمة لازم نحافظ عليها وعندنا تقييم لها كذلك حتى نطور الأداء الفردي والجماعي أعلم أنه المنتخب يضم لاعبين مميزين كما عشرت مميزين من ناحية الأداء الفردي وكذلك مميزين من نواحي من جوانب أخرى أعطتهم هذا التفوق وهذا التوفيق وهذا الحظ والنجاح كابتن يعني كلام الكابتن واقعي منطقي رجل جاي بي بي مشروع لمدة ثلاث سنوات لكأس آسي 2027 وهذا مهم جدا الوضوح والرؤية للجهاز الفني وأنه نتركه يعمل يعني هي مهمة ليست سهلة على أي مدرب يستلم منتخب بحصل نتائج طيبة صحيح لاعبين على مستوى عالي عنده وبالتالي مطلوب منه نتائج ومن هون بقول هي المهمة ليست سهلة صحيح صعبة لكن أنا بعتقادي أنه جيل المنتخب الموجود الحالي بساعده بساعده بإذن الله طيب نشوف سمر نصار أمين عامل اتحاد الأردني أيضا ماذا قالت رفقة ميسون يونس ما بعد المؤتمر الصحفي نحن اليوم فتحنا صفحة جديدة بالتعاقد مع الكابتن جمال السلامي كابتن قدير وأد المهمة القادمة نحن حققنا إنجازات في الفترة الماضية والتحدي هلأ صار أكبر نحن من نبني على هاي المكتسبات ونوفر كل سبل النجاح للمنتخب اللي إن شاء الله يضلوا ماشي من نفس الخطى ويحقق التموح وتوقعات الجماهير الأردنية إذن صفحة جديدة وأنا تمنى تكون صفحة بيضاء كما كانت في الفترة السابقة كبتم عيسى أعتقد الأمور أصبحت واضحة أمام كرة القدم الأردنية وتم إصدار الأجندة قبل أيام قليلة أجندة ربما تتناسب مع ما يحدث ربما في عليها ملاحظات وبالمناسبة إحنا موضوع الأجندة رح نبدأ في الحديث عنه بشكل موسع اعتبارا من مبعد مباراة كأس الأردن لأنه في اعتراضات من أندية الأولى اعتراضات على بطولات الفئات اعتراضات على هبوط الأندية في اعتراضات من جميع الأطراف على موضوع أجندة الموسم القادم التي ربما كانت استثنائية لظروف المنتخب الوطني أكيد هو راح نحط بالميزان يعني ميزان المنتخب وميزان الأندية وأكيد الاتحاد عنده نظرة كبيرة بالنسبة للأندية وظروفها الصعبة اللي بتمر فيها أكيد راح يكون في تعاون في هذا الموضوع وخصوصا لأندية ما بتقسر مع المنتخبات ما بتقسر بهذا في برامج حتى الاتحاد والاتحاد تحت ضغط هائل بالنسبة للتعرف يعني مدرب المنتخب راح يطلب أشياء صحيح يعني الكويس أنه فيه فعلا 8-8 الدوري هي مصلحة المنتخب مبدئيا لأن ما بعد ذلك الأشياء الثانية ممكن يصير ترتيب بين الأندية والاتحاد جميل طيب نختم معك كابتن عيسى والحديث معك يعني والله يطول بالأمس يعني من أوائل التعاقدات نادي الجزيرة بالأمس تعاقد رسميا مع المدرب الوطني الكابتن عثمان الحسنات بالأمس كان فيه مؤتمر صحفي في مقر نادي الجزيرة قدم الكابتن عثمان واجهازه الفني اللي متواجدين بالصورة أمجد الشعيبي مازن عبيد وكذلك محمد منير وعقيلان مديرا إداريا مدرب حراس كذلك ومدرب عام ومساعد الكابتن عثمان الحسنات في تجربة جديدة مع نادي الجزيرة نادي الجزيرة الذي عاد إلى مكانه الطبيعي كيف تقرأ هذه الصورة هذا الطاقم بالأحمر مع نادي الجزيرة اللي انت تعرفه جيدا وشو كانت ردة فعلك الأولى لما شفت هذا الخبر يا سيدي أول شيء وأهم شيء أنه بنبارك للجزيرة مكانه الطبيعي صحي هذا الطبيعي والجزيرة صاحب جولات وصولات يعني والكل بحب الجزيرة للأمانة يعني بتلاقي واحد من الفيصل بحب الجزيرة واحد من الوحدات بحب الجزيرة حسين بحب الجزيرة رمثة بحب الجزيرة هم عامل مشترك يعني للأمان نتمنى لهم التوفيق أول شيء اثنين عم بيشتغلوا أنا برأيي شخصية بيشتغلوا بشغل صح وخصوصا بتعاقدهم مع الكابتن عثمان وجهاز تدريبي أنا بعرف الكابتن عثمان شو كان لاعب ومدرب صاحب فكر عنده أفكار كثير كويسة متطور متحدث بأساليب مختلفة في عالم كرة القدم وأنا بعتقد أنه راح أسوي معهم أشياء كويسة وبعرف عثمان وفنيا كيف بيقدر سيطر على اللاعبين من نواحي تكتيكية وهو الأمانة مكسب لنادي الجزيرة ومن الشباب اللي إلهم مستقبل كويس في عالم كرة القدم وشفنا مع فرط زي الحسين يعني شفنا عثمان يعني أنا متابع عثمان كويس مدرب تكتيكي عالي رأيك الاثنين كانوا محظوظين ببعض أكيد بس الأمانة يحتاج إلى الدعم الكابتن عثمان من النوعية ما بحب حدا يدخل شغله وبالتالي الدعم له كويس إدعمه بعطيك نتائج كويسة وأنا بثمنى التوفيق وأنا بقول أنه بإذن الله رأي نجح إن شاء الله مع الجزيرة أنا بشكرك جزيلا شكور كابتن عيسى الترك توجدك معنا دائما يثري ويمتع ويعني هاي فاتحة خير حيش الترك يعود من جد بعد غياب ثلاثة أمام سنوات ولكن منالك التوفيق شكرا توجدك معنا الآن نفتح ملف نهائي كأس الأردن الحسين والوحدات واللقب حائر هل يعود أو يغادر إربد أم يبقى في إربد على اعتبار المباراة ستكون في ملعب الحسن المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن أحب بكم من جديد في المجلة الرياضية وبالتأكيد التحضير على أشده الكل يطمح للقب كأس الأردن والحسين يريدها ثنائية تاريخية الوحدات يريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة بين أحلام الحسين وطموحات الوحدات بين أحلام الحسين ورغبة الوحدات بين أحلام الوحدات وكذلك رغبة الحسين بالتأكيد الكثير من الأسئلة والتساؤلات نرحب بإسمين كبيرين في عالم كرة القدم الأردني وفي كرة القدم في نادي الحسين وفي كرة القدم في نادي الوحدات كابتن أسامة قاسم أهلا وسهلا فيك شرفتنا والكابتن فيصل إبراهيم لاعب الوحدات السابق وكذلك أسامة قاسم نجم الحسين والمدنب السابق أهلا وسهلا فيك مساء الخير السابق أحمد إلاك ومساء الخير لكبتن فيصل ومساء الخير لجميع الأخوة المشاهدين كابتن فيصل شلونك؟ نمس عليكم على جميع الموجودين معنا يعني إن كان من خلال الشاشة أو من خلال الهاتف أهلا وسهلا فيك سيدي اليوم أنتوا حاضرين معنا اليوم بكرة المباراة النهائية بأبدأ مع الكابتن أسامة بالتأكيد سبق وأنخاض نهائيات كأس نهائيات كؤوس كيف ترى الحسين في المشهد الكتامي كمحصلة لهذا الموسم؟ بعيدا عن التفاصيل رح ندخل فيها أكيد بالتأكيد يعني الدوافع عند ناظر حسين كبير كثير بعيدا عن الحديث الفني اللي رح نحكي عليه فيه لاحقا الدوافع كبير جدا حسين يجب أن نقول الفرصة قادمة أختنمها حسين في هذا الموسم حصل بطوط الدوري عن جدارة أستعقا يعيش بأفضل حالات وخلنا نقول الفنية والإدارية والمنظومة كامل بشكل عام هو أمام فرصة تاريخية للتسجيل الثنائي ليكون الفريق الرابع في الدوري الأردني عنده هذه الإسباقية سبق أن حقها الفيصلي سبق أن حقها الوعدات سبق حقها شباب المطفقة يعني صور رمطة بعراقته وبتاريخه دائما ونافس على البطولات لن يفرط بهذه الفرصة فهو راح يكون بكل ثقل في هذه المباراة نفس السؤال فيصل ماذا يعني اللقب اليوم للوحدات الوحدات عند البطولات جمع رباعيات جمع ثنائيات ولكن الألقاب ما حدا بيشبع منها أكيد يعني فريق مثل الوحدات صاحب إنجازات صاحب بطولات وبالأخص أنه هو صاحب آخر لقب لكاس الأردن فباعتقادي عنده الحافز وعنده يعني خلنا نحكي الختامية إنه الوحدات يطلع السنة هاي ببطولة يعني زي بطولة الكاس وبالأخص إنه الوحدات دائما بيدور وبسعى إنه دائما على البطولات الآسيوية أو العربية فباعتقادي لحافز إلهم إنه اليوم مباراة بكرة نهائي إنه من أجل مشاركة آسيا لأنه فوز الوحدات بالكاس بيعطي المجال إنه يشارك في بطولة آسيا هي مش بس لقب ها وضناء الموسم القادم أكيد أكيد فها هي هاي خلنا نحكي أول خطوة راح تكون للوحدات من أجل بداية موسم جديد جميل يعني هي بيبدو فيها الموسم وراح ينو فيها الموسم أكيد طيب بنروح لمسيرة الفريقين في بطولة كاس الأردن ونبدأ مع الحسين كابتن أسامة للسبوع الماضي الوحدات أو الحسين كان عنده مباراة مباراة نصف النهائية مع الصلط وصفت بالمباراة الصعبة لماذا؟ شوف حكاز يعني فنيا فنيا كابتن الفريقين حقيقة بالكاس في المباراة الأخيرة بعد انتهاء الدوري لم يقدموا المستوى المطلوب لم يقدموا المستوى لا حسين ولا وحدات حقيقة كمستوى فن لكن هاي مباراة الكوس تلعب للمكسر تلعب للمكسر كانت مباراة بالتأكيد صعبة على الحسين ووسط ضربات الجزاء وبتالي ضربات الجزاء فيها توفيق لكن بالنهاية كمان ضربات الجزاء ما تيجي نعرف أكيد في عليها تدريب وعليها شغل فالحسين يعني استحقى الوصول بذات الوقت هو والوحدات يمتلكوا العناصر في المرعب يعني اثنين يمتلكوا عناصر المرعب قادرة حسم المبارا لكن كأداء فني حقيقة الفريق لم يقدموا في الكأس لم يقدم مباراة يعني تعطيك انتباع شخصية البطل فيهم اثنين شخصية البطل هل كان في راحة عند لعبي الحسين بعد إحراز اللقب راحة نفسية راحة معنوية وانه اللي كان مطلوبهم عملوه هو شف الحسين كان الفريق صار فريق محترم وجيد بالأمان الحقيقة هذا سؤال لا فريق محترم وجيد اللي كان الحسين اللي ما قدم مستوى المأمور الطموح طبعا بعد البطولة فيه احتفالات فيه استرخاء وهذا وارد صار بالفريق وارد بأي فريق في العالم بس فريق الحسين لكن بالنهاية الحسين ما خصش المباراة عدى المباراة المباراة كانت صار بتعدها بضرب الجزاء وصل للمباراة المباراة النهاية هون الحسين الحسين هون المهم في دوافع الآن ازدادة عندنا الحسين زي ما قلت لك سابقا دوافع صارت أكبر وكبير على الحسين هذا لا يعني انه قابل فريق سهل قابل فريق مباراة مضمونة بكرة القدم لكن الدوافع عند الحسين بعتقد شوف فرصة دائمها بتكرر فرصة لا بتكرر انت الآن في فترة دوري وكأس موسم موحادي موسم ذهبي موسم ذهبي انت موجود فيه ما بتعرف الموسم القادمة ماذا يحدث في كرة قدم فالحسين لن يفرض في موسم خاصة يعني حضوده جيد انه الملعب ملعب الحسين صحيح الجماهير رح تتساوى بين الفريقين لكن بظل أرضية الملعب ملعب الحسين بظل نفسيا يعني انك تلعب ببيتك نفسيا رح نحكي عن هذه الميزة فيصل هل تعتقد هذه الميزات رح تأثر على الوحدات الوحدات متعودة على انه يلعب بأرض الخصم حتى مرات ما أنا بشوف الفرق اللي متعودة على الخصم بيقولك لا ألعب بأرض الخصم ممكن أنا أتكون أسأل الوحدات كيف مر إلى النهائي بموسم لم يكن مثالي وهذا مهم أحمد يعني بصراحة أنا بحكي عن مباراة شباب لأردن يا شباب مباراة يعني مباراة الكأس ككل دائما خذ النقاط وظل لك طالع يعني ما كنا دائما مباراة الكأس نطلع على مستوى أو على شيء لأن مباراة الكأس مختلفة كليا عن دوري أو عن أي بطولة مختلفة ثانية مباراة الكأس أنت بتيجي مع يعني مثلا خذ نحكي مباراة الوحدات في شباب الأردن دائما الفرق أنت بتقابلها دائما تعاملها بلوك بتلعب بطريقة دفاعية يعني المهم بالنهاية أنه الوحدات وصل للنهائي الوحدات وصل للنهائي لأنه هو فريق عنده عناصر ممتازة عنده جهاز فني في إدارة خذ نحكي جمهور فالوحدات دائما يعني إن كان ملعب حسن إن كان ملعب أستاذ عمال متعود يعني فريقي كبير متعود يعني حتى أنه خارج البلد الوحدات بيأدي يعني بفوز على كبير الخصوص مستوى دائما عالي ظرف مش مثالي للكبتر رعفة تعلي ولكن مش بالكأس يعني إحنا خلنا نحكي يعني إجي كآخر مدرب كمدرب خامس في الوحدات هذا الشيء جديد أكيد أكيد يعني إحنا رعفة ما بنقدر حمله مسؤولية أي شيء لكن بالآخر يعني رعفة ابن الوحدات وبعرف معظم عناصر الفريق وسبق أنه كمان يعني اشتغل مع الجهاز الفني مع الأجهز الفني السابقة صحيح وكان هو أحد كمان مدرع الفنيين للنادي الوحدات صحيح وكانه فكر عالي يعني ممكن أنه يقدر يقود الوحدات إلى خلنا نحكي بداية البطولات جميل جدا هو متعود كلاعب يعني بنتظره كمدرب بجوزة كان في عنده لقب بطولي ودي ولكن هذا لقب أعتقد هو الرسمي الأول الأول لا أكيد هذا مهم جدا أكيد هذا طموح له يعني خلنا نحكي يبدأ بدايته في بطولة رسمية ككأس الأردن ويحافظ على كأس الأردن اللي هو كان صاحبه نادي الوحدات طيب بالروح لكابتن أسامة الأسبوع الماضي الكابتن جمال محمود أكيد قاد أكثر من وحدة تدريبية للفريق بلش أعتقد ما بعضه تتفق أو تختلف معي أو أنت شو رأيك كيف يجب أن يتم تجهيز الفريق خلال الأيام التي تسبق المباراة النهائية وأنت لعبت أذكر نهائي يعني آخر نهائي لك كأس الأردن مع الرمثة وإذا كنت مع الرمثة آخر نهائي مع الرمثة رمثة مع الفيصري مع الفيصري ماذا حدث خلال هذا السوء أو ماذا سيحدث فنيا كابتن الآن مفترض الجهاز الفني وإداري في الحسين المستاحين حتى الراحة هم المريدون فيها ينقلوها للعبين بيهدوه مفترض الآن يعني حسين يكون معليه ضغوطات زي الوحدة حسين أنت بالنهاية ما أخذ دوري يعني فريق أول مرة بسجل دوري بيدخل لائحة الشرف بطل الدوري أخذ بطل دوري فهو الآن مش تحضغت يعني حتى الحسين بأسوء ضرور وخسر المباراة ما مرح أكون ظق كبير عليه الوحدات إنها خسر مباراة خسر كل شيء يعني قد تكون أهم مباراة في تريق الوحدات تصور لأن ذلك عند ربطلات قد تكون أهم مباراة في تريق الوحدات ليش كتن؟ ليش؟ الوحدات أول شيء وإنقاذ الموسم السابق والإنقاذ الموسم القادم اللاحق اللهق طبع يعني هذا هو الفيصل نفس الشير المنظوطين بهذه المباراة يتفتح لأحدهم الطريق للمنافسة المسلم القادم والمشاركة الأسوية يأحدهم بخرج من المنافسات وخاصة أنهم يعانوا من أعباء ملي الحسين هذه المشكلة مش عنده حسين العام بطل الدولي مرتاح رح يمثل أسوية كل العوامل عنده موجودة فهو رح يلعب مباراة المفترض تنقل من جهاز فن الإداري رح نلعب مباراة اللي ختام هو المسك نلعب بهدوء للإمتاع للإبداع لللاعبين ما يكونوا عليهم الضغوطات في الملعب نلعب بدنا المتح لنا حتى لو موفق في المباراة فمش خلنا نقول رح يعمل علينا أثر سلبي كناديو حسين وبالتالي اللاعبين رح يطلل لقول طاقاتهم قدراتهم اللاعبين وأنا يعني بتمنى مش أتمنى نحن نقول مش أمنيات نحن نحكي تحليل فني مش قضية أمنيات إنه الفكر دائما يوصل لللاعبين إنه إحنا بدنا بفكر معين نلعب مش تحض الضغوطات يعني في الدوري قد نجد العذر للكتن جمال قد نجد العذر لللاعبين النقطة قضية علي دوري بدوري النقطة يعني فذلك بتلاقيني بدي أدافع بدي أمضغوط بدي أسجل هدف بكرة مش شرط أرعب بتكتيك جميل بأوصل بأقصر الطرق أوصل المرمى أسجل هدف خلنا نحن نسميه لعب تجاري لكن الآن ما في مجال بهذه المباراة لازم الحسيني أدي مباراة جميلة وكويسة فنيا وبعد التدريبات موفق التقى نجوم نادي الحسين ماذا قالوا عن توقعاتهم للمباراة القادمة توفقنا ببطولة الدوري أحرزنا ببطولة الدوري وهذا الإشي حط علينا مسؤولية كبيرة أنه إحنا جمهورنا صار يستنى مننا خلص دائما البطولات وبإذن الله بإذن الله يوم السابط سنفرح جمهورنا ونحقق ثاني بطولة في هذا الموسم بإذن الله مواجهة صعبة أمام الوحدات هذه مباراة الكاس أكيد نادي الوحدات نادي كبير وخاض أكثر من نهائي في بطولة الكاس بس أنه مباراة الكاس ما بتخضى على التاريخ أو لأي حسابات ثانية احنا داخلين على المباراة بهدف أنه نحصد البطولة وبإذن الله رح نتتوج بالبطولة فهي مباراة نهائية يعني خلص نهاية موسم رح يكون تختم مباراة نهائية و تعرف حنا طويل صفحة الدوري والحمد لله رب العالمين ورجعنا تكتفنا وراح نحقق إن شاء الله مباراة الكاس وبطولة الكاس ومننهي فيها إن شاء الله ويكون موسم تاريخ إن شاء الله لنادي الحسين أنه نقدر نحقق إحنا كلاعبين نحقق لهم بطلتين إن شاء الله كيف المواجهة كان صعبة ما مصلت المرة الماضية كان شوي أثارت القلق لدى جمهور نادي الحسين المباراة القادمة رح تكون أصعب أمام نادي الوحدات بجماهيرية العريض وتاريخه الكبير طبعا جمهور الوحدات معروف ما شاء الله هو الداعم الأول للفريق ما شاء الله تعالى نحن كلاعبين نادي الوحدات كنا صافقين كنا ننتد الطاقة من الجمهور الكبير الجمهور الوحدات ومباراة الكاس ما فيه يعني سبحان الله ما فيه كبير عليها 50-50 ومباراتنا مع الصلطة كان كثير صعب لأنه تعارب المغلوب بيروح وهي كانت مباراة حساسة فما فيه تجمع نقاط فكانت مباراة زي ما أقول لأنه يعني أضرب وهرب والحمد لله رب العالمين قدرنا نأخذ مباراة بضربة جزاء يعني بتوفيق فضل من الله وإن شاء الله بإذن الله نكمل على نفس النهج شاضر حد ما نأخذ البطولة بإذن الله سؤال بعيد عن بطولة كاس الأردن كابتن ما نطول عليك عندك تدريب اسمعنا بالآن من الأخيرة عن فاوضات مع نادي الريان قطري عبد الله النصيب بدنا تعطينا حتى لو عطيتنا تفاصيل بدنا تعطينا ملامح والله إلى حد الآن أنا زي زيكم أشوف على المواقق التواصل الاجتماعي عبد الله الرئيان عبد الله الأهلي السعودي لحد الآن والله ما في الحمد لله عندي وكيل وأنا حاليا بركز بس على المباريات المهمة مع النادي وكل الشغل اللي برة تاركه للوكيل بإذن الله وإن شاء الله برما يخلص السيزن نشوف ربنا وين كتب إذن الله الخير ما تبخلص عقدك مع الحزب أنا لسه ضيين لعقد في حال إذا أراد نادي تشجيد بس إن شاء الله يعني في قدر على الخروج في نسبة في أقضية الاحتراف إذن جميلة هذه التصريحات الاحترافية من اللاعبين والكلام اللي نسمعه من اللاعبين حسين خلص نشوف جمال محمود ماذا قال عن موقعة الصلط والوحدات لا شك اليوم الحمد لله الحسين في نهائي بطولة كأس الأردن وأعتقد من الألفين وأربع يمكن نادي الحسين ما وصل لهذه المباراة وبالتالي اليوم وجودنا بزيد المسؤولية على عاتقنا وعاتق اللاعبين رح نلعب مع فريق أكيد فريق كبير بنحترمه بنقدره بنقدر جماهيره ولكن المباراة بإذن الله رح تقام على أرضنا وبين جماهيرنا لذلك يعني بإذن الله أنه الفريق بكون جاهز وبإذن الله بنلعب مباراة كبيرة وبكون الفوز حليفنا بإذن الله النسبة لوضع اللاعبين شو في عندك إن شاء الله إنه ما في مشاكل في إصابات ما في إصابات يعني والله سؤال مهم للأسف أنا ما بنسأله دائما قبل المباريات ما بنسأله ويتم توجيه الانتقادات للتشكيل وإلى آخره الناس ما بتعرف في بعض الجاهزية للأسف إحنا اليوم بنحاول إنه بأسرع وقت ممكن نجهز مجموعة من اللاعبين يعني وأنا لأول مرة بدي أصرح ما قبل المبارا عشان الناس ترحمنا من الانتقادات اللي ما إلها مبرر على مستوى التشكيل اليوم عبدالله العطار رجعنا من المنتخب مصاب وحتى الآن لم يكتمل شفاءه لذلك ما بيكون موجود في التشكيل الأساسي عنا حمز الدردور للأسف من آخر مباراة في بطولة الدوري حتى اللحظة لم يكتمل شفاءه ولم تكتمل استعادة حالته البدنية عبدالعزيز نداي للأسف برضو حتى ما قبل مباراة الصلط في أربع أيام لم يشارك في التمرين لكن اضطرنا نساوي مداورة بين الثلاث لاعبين خلال المباراة حتى ما نفقد مركز قلب الهجوم والناس انتقدتنا ليش ما يلعب بفلان أساسي وليش ما يلعب بفلان بديل هذا واحد حتى أدهم القرشي يعاني من بعض المشاكل العضلية نأمل بأنهم يكونوا جاهزين الأربع لمباراةنا في النهائي إذن كانت هذه التصريحات من الجهاز الفني وكذلك لاعبي نادي الحسين قبل مباراة الوحدات الوحدات في المقابل أيضا بتدريبات مسائية ليلية يواصل الإعداد والاستعداد بنخبة من نجوم الفريق وبقيادة الكابتن رأفة علي والكابتن باسم فتحي والجهاز الفني أيضا بتواجد وسام حزين هذه لقطات من آخر تدريبات الوحدات في ملعب جاوة طبعا تدريبات ليلية واضحة من الاعتماد والهروب عن درجات الحرارة كابتن فيصل الوحدات نفس السؤال كابتن إسامة قاسم الأيام القليلة التي تفصل المباراة نهائية بماذا يعني يتحدث رأفة مع اللاعبين الآن يعني هو أشوف خلنحك بمجمل يعني أنه الآن يعني كأهم رأفة بصراحة أنه يعطي الراحة النفسية لللاعبين والاطمأنينة لهم وبالآخر يعني هم كلاعبين أو كمحترفين يعني بينادي الوحدات باعتقادي هم عندهم الفكر العالي أنه هاي يعني بصراحة إنقاض لموسم وهي بداية موسم يعني حتى أنه إحنا يعني بنقاتل من أجل هاي المباراة بكل صراحة يعني أحكي إن كان إدارة إن كان جمهور إن كان لاعبين صحيح نبدأ في في إشي من الفرحة بموسم جديد لأنه بصراحة يعني خلنحكي إحنا من بداية الموسم كانت الأمور عنا شوي مخربطة صحيح لكن بالآخر صار فيه اعتدال صار فيه توازن وعنا عناصر مميزة وعودة بعض اللاعبين اللي كانوا خارج التشكيلة صحيح إنه يقود المباراة بكل رياحية حتى إنه يواجه وهو بعرف إيش فريق الحسين وإيش العناصر الموجودة بفريق الحسين طيب نشوف الجهاز الفني أو من يمثل الجهاز الفني كابتن باس الفتحي ولعبي الوحدات ماذا قالوا عن مواجهة نهائي كأس الأردن الوحدات قادرين إن شاء الله بإذن الله على إحراز اللقب بإذن الله فريق الحسين فريق زي ما منعرف نعمل له حساب فريق كبير ولكن نحن طموح إن شاء الله للحصول على اللقب وبتمنى بشكل خاص على جماهير الوحدات أنهم يحضروا في هذه المباراة إن شاء الله اللي هي مهمة للنادي ومهمة لللاعبين وللمنظومة كاملة إن شاء الله أنه نطلع في نطلع ب مباراة كبيرة اللي يطلق باسم الكرة الأردنية كابتن في المباراة السابقة الوحدات عانى عانى من الإصابات اليوم مدى جاهزية اللاعبين لهذه المباراة نعم يعني يعني بتعرف أنت كرة القدم لا يصير فيها إصابات في هذا ولكن الحمد لله احنا تقريبا 90% الآن اللاعبين جاهزين من المصابين في ناس الآن جاهزية كاملة في ناس لا الجاهزية مش كاملة ولكن نحاول إن شاء الله في هاليومين ثلاثة أنه تكون الجاهزية من 70% إلى 80% يكونوا جاهزين معنا في هذا اللقاء إن شاء الله مباراة كثير مهمة بالنسبة لألنا يعني فريق نادل حسين نادي كبير يعني محقق بطولة الدوري الأسماء يعني غنية يعني التعريف يعني فريق بأسماء بعناصر بمدربين فريق كثير كبير ولكن إحنا إن شاء الله يعني من أول يوم إحنا صحيح إنه وفقدنا المنافسة الدوري بجوز بكير ولكن كان عنا على الكأس وضينا خطوة إن شاء الله نقدر نحقق البطولة نفرح فيها جمهير نادل وحدات يعني جمهورنا يعني منشكروا على الدعم وإن شاء الله نكون عند حسن ضنه يعني زينا الكل يعرف في الفترة الماضية دعمنا بشكل كبير إن شاء الله الشباب أقدم المسؤولية يعني هدفنا تحقيق اللقب لأنه تعرف الدوري راح مننا يعني نحاول قد ما نقدر أنه نسعد هاي الجمهير إن شاء الله أقل إشي بنقدر نقدم لهم إياه يعني لقب بالكاس إن شاء الله يعني الشباب ناويين فريق الحسين فريق كبير ولكن فريق الوحدات فريق بطولات الكل بعرف إن شاء الله تكون مباراة من الطرفين حلو بتأكس صورة إيجابية عن كرة القدم الأردنية نحن مركزين صراحة على هذا على هذا كأس الأردن لأننا ركزنا فيه من الأول صراحة لعبين كلهم هذه المواجهة ما بتقبل القسم على اثنين يعني لا بديل عن الفوز إن شاء الله ونتوج جهودنا في هذه البطولة يعني زي ما بتعرف بعدنا عن المنافسة في بطولة الدوري قبل جولات وهذا إشي صعب على نادي الوحدات لأنه نادي الوحدات نادي كبير ونادي جمهيري دائما بيظل بالمنافسة لآخر جولة إذن كانت هذه تصريحات ما قبل المباراة كباتن بدي أسألكوا شؤال أخير الآن يقال في علم كرة القدم أنه أي نهائي مهما كان الفريقين هو خمسين بالمئة خمسين بالمئة تتفقوا معي ولا في نسب مختلف في المباراة اليوم أبدك كابتن أسامة أنا أتفق معك تماما لأن الفريقين حتى فلنين أنا حكيت في المباراة الأخيرة ما قدموا مستوى علي الفريقين يضموا عناصر من اللاعبين يحسنوا مباراة في أي وقت فأي دقي المباراة فأعتقد المباراة أنا فيفتي فيفتي تقريبا أتفق معك تماما كابتن فيسر شو عندك رأي آخر لا بالعكس أكيد هي خمسين خمسين زي ما تفضل كابتن أسامة نادي الحسين نجوم نادي الوحدات نجوم الفريقين جمهور فباعتقادي فيفتي فيفتي يعني إشي منصف لكن هي بالآخر لا تقبل القسم معاة اثنين بداية يوعد روح مبسوط ووعد روح أكيد مش مبسوط ما بنا نقول سعادة وفنيا فيفتي فيفتي الأكنية الضوافع الآن اللي له دور نعم الضوافع للتجهيز وإدارة المباراة وتفزيل المباراة نعم 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 نحن بدأ أشكركم كبات اسمين عريقين في كرة القدم الأردنية على مستوى نادي الحسين وعلى مستوى نادي الوحدات شرفتونا وشكرا جزيلا للكم أهلا وسهلا كابتن فيصل وكابتن يسام كل الشكر لكابتن أحمد ولكابتن فيصل وجميع الأخوة المشاهدين شكرا نورتونا ترفي بنروح لفقة السوشال ميديا بعد السوشال ميديا الآن رح نواصل حديثنا عن الوحدات والحسين ولكن الآن بنكهة إدارية إدارة نادي الوحدات وإدارة نادي الحسين رح يكونوا على الهواء بعد قليل بعد فقة السوشال ميديا أهلا بكم متواصلنا مع رزد آخر التفاعلات السوشال ميديا للأسبوع الماضي البداية مع نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم عشرين ستة وعشرين حيث جاء منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية والعراق وعمان وفلسطين والكويت وقد تفاعل لاعبين منتخبنا من ضمنهم الكابتن إحسان حداد الذي برهن على أن اللاعبين باستعداد تام لأي منتخب وعبر التعليقات تفاعل الجمهور الأردني مع القرعة وكانت داعم الأول وتمنى التوفيق لهم إلى الخبر الذي زلزل الأوساط الرياضية الأردنية في الأيام الأخيرة وهو رحيل الكابتن حسين عموتة عن تدريب النشامة وذلك بناء على رغبته ولأسباب عائلية حيث نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانا قال فيه بأن الاتحاد يقدر الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة في قيادة النشامة وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد على طلب المدرب بالنهاية التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي كما وأكد الاتحاد في بيانه على أن الإنجازات التي تحققت تحت قيادة عموتة لمنتخب النشامة ستبقى دائما محط تقدير وعرفان للمدرب من أسرة كرة القدم والجماهير الأردنية هذا وقد نشر الاتحاد بيانا آخر أعلن فيه عن قراره بتعيين صاحب لقب أفضل مدرب في الدور المغربي لثلاث مرات الكابتن جمال سلامي مدربا للنشامة تفاعل اللاعبون مع خبر رحيل عموتة على صفحاتهم الرسمية حيث نشروا صورا جمعتهم به خلال فترة تدريبه لهم وستروا تحتها أجمل عبارات الوداع والثناء نستعرض معا بعضا منها لاعب خط الوسط صالح راتب فقد قال أن الكابتن حسين قد علمه وزملائه الكثير في وقت قصير وتمنى له التوفيق هذا واعتبر محمود مرضي عبر خاصية الستوري بحسابه الرسمي على الانستجرام أن عموتة كان نعم الأخ والمدرب وأخيرا شكر الكابتن عبدالله أبو زمع الكابتن حسين عموتة على صناعته للتاريخ مع النشامة في آسيا وتمنى التوفيق للكابتن جمال سلامي لقيادة النشامة إلى كأس العالم وبالحديث عن المدرب الجديد للنشامة الكابتن جمال سلامي فقد شهد الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا قدمت فيه الأمين العام للاتحاد كرة القدم السيدة سمر نصار المدرب المغربي جمال سلامي الذي قال بأنه سعيد بثقة الاتحاد الأردني لكرة القدم وقيادة المشروع الكروي للسنوات الثلاثة المقبلة وأضاف بأنه يتطلع بشغف وحماس لتحقيق المزيد من الإنجازات رفقة النشامة إجماعوا رصدنا عبر التعليقات على الصفحة الرسمية بالفيسبوك لاتحاد كرة القدم على أن سلامي مدرب صارم ومهم نختم مع النشامة والمنشور المثير للاهتمام الذي نشرته صفحة سبورتينج جوردان بالإنستجرام والذي يفيد بأن ذكاء الاصطناعي قد توقع المنتخبات الآسيوية التي ستتأهل لكأس العالم 2026 وكان من بينها منتخبنا الوطني وطبعا كلنا أمل بذلك والله المستعان شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إذن المتواصلي في المجالة الرياضية والآن المحور الأخير إدارة نادي الحسين وإدارة نادي الوحدات كل في موقعه بهذه اللحظات يتحضر ويتجهز لموقعة نهاء كأس الأردن تحدثنا عنها جمهيريا تحدثنا عنها فنيا وبالتأكيد تبقى الأمور الإدارية دائما مهمة جدا لمستقبل النادي معي عبر الهواء مباشرة من عمان الدكتور بشار الحوامد رئيس نادي الوحدات وكذلك من مقر نادي الحسين السيد غيث المعاني نائب رئيس نادي الحسين أهلا وسهلا فيكم أبدأ مع الدكتور بشار الحوامد دكتور بعد التحية والسلام نرحب فيك دكتور يقال بإنها المباراة الأهم في تاريخ نادي الوحدات هل تتفق أم تختلف ولماذا مساء الخير أخي أحمد يعطيك العافية ومساء الخير لضيوفك للعزاء الكابتن فيصل وكابتن أسامة يعني بصراحة هذه المباراة مهمة جدا لنادي الوحدات ليس فقط من أجل الحصول على كأس الأردن كأس الأردن خزائن الوحدات موجود من فترات طويلة صاحب اللقب الماضي لكن خصوصية هذه المباراة هي مشاركة الوحدات آسيويا هي مصالحة الجماهير الوحداتية هي إثبات شخصية البطل لنادي الوحدات في الموسم التي للأسف في الدوري لم نحقق المطلوب بالرغم أن إدارة نادي الوحدات لم تبخل على هذا الفريق بشيء من اللاعبين وحتى الأمور المالية ووقوفها خلف الفريق سواء كان من خلال مدير النشاط ومجلس الإدارة ومني أنا شخصيا لكن هذه المباراة يعني للوحدات مشاركته آسيويا والوحدات لم يغيب بالفترات الماضية سواء كان دور الأبطال أو كأس الاتحاد الآسيوي عدم مشاركة الوحدات في الموسم القادم في هذه البطولات لا سمح الله يعنينا الكثير نلعب محليا وهذا صراحة لم يحدث في الفترات الماضية الدعم اللامحدود لللاعبين وتشجيعهم على خوض هذه المباراة هم يلعبوها بطريقة مختلفة اليوم نظرتهم لهذه المباراة تختلف عن نظرة لعبي الحسين باتتفق مع الكبتن أسامة فيما تحدث به أن الحسين بطل دوري رح يشارك في آسيا فبالتالي ما عندهش الضغط الموجود على لعبي الوحدات بهذه المباراة ضغط جماهيري ضغط إداري لكن نحن حاولنا خلال الأسبوع الماضي نكون مع الفريق ونحكي معهم بلغة مختلفة وإن شاء الله يقدروا يحققوا المطلوب منهم في المباراة القادمة الوحدات مستعد معنويا ونفسيا وفنيا وإن شاء الله يحققوا الفوز في هذه المباراة الفريق الحسين فريق ممتاز فريق أدى بشكل ممتاز في بطولة الدوري ربما تراجع بعض الشيء في مرحلة الإياب لكن بالأخير هو اللي حصل أكبر عدد من النقاط تواجهنا معه نحن في الذهاب والإياب وبتعرف ظروف المباراة أخ أحمد يعني لا تختلف عن المباراة السابقة الإشي الوحيد اللي رح يختلف في المرة هاي واللي يمكن في مصلحة نادي الوحدات هي أنه تحكيم محلي عانينا في المبارايتين احنا في الذهاب والإياب ضربتين جزاء في الذهاب وإلغاء هدف في الإياب كانت كفيلة لأن تحول مصار الدوري لكن الإشي الوحيد اللي احنا بنا تبره مميز هاي المرة وجود طاقم تحكيم من الخارج مع كامل احترامنا للحكام المحليين الدكتور بشار إلا يسخن دائما الحوار بدي أنتقل لضيفنا الآخر من مدينة إربد غيث المعاني نائب رئيس نادي الحسين مساء الخير بش مهندس بالتأكيد الآن الطموح عند نادي الحسين بثنائية وثنائية تاريخية والمباراة في ملعبك وأنت بطل الدوري أعتقد الظروف مثالية لنادي الحسين ويعني الكثير له نهاء الكأس كيف تعاملتم مع هذه المباراة وأهميتها أستاذ غيث أولا أخ أحمد أنا يعني منرحب إن شاء الله بالجميع إحنا إن شاء الله أهمية المباراة لها عدة اعتبارات عننا الاعتبار الأول هي يعني إحنا المباراة بكرة إن شاء الله على أرض مدينة إربد عروس الشمال وطبعا إحنا في إربد منرحب كل الجماهير الأردنية ومنرحب في منظومة نادي الوحدات جماهير ولاعبين وإدارة هم إن شاء الله بكرة إحنا بنقدر إحنا وياهم نقدم مباراة تليق بكرة القدم الأردنية تليق بكرة قدم أردنية متطورة آسيويا ودوليا إن شاء الله بإذن رب العالمين إحنا اليوم نادي الحسين نخوض هذه المباراة ونحن أبطال دوري ويعني إحنا كرصنا مفهيم أبطال الدوري من حيث يعني النتائج اللي حققت بالدوري في السنة الماضية وفي السنة الحالية وإن شاء الله إنه إحنا كمان بكرة قادرين على إنه نحصل على البطولة الثانية في هذا الموسم للفريق الأول إحنا إن شاء الله بإذن رب العالمين سنة الـ 2024 راح تكون سنة مميزة بتاريخ نادي الحسين إحنا حصلنا على بطولة دوري 19 الفئات العمرية حصلنا على بطولة الدوري النسوي حصلنا على بطولة الدوري الممتاز وآن عيوننا وعيون جماهيرنا وعيون لاعبين على بطولة الكأس بإذن رب العالمين هذه المباراة تم الإعداد إلها زيها زي أي مباراة أخرى إحنا منحترم نادي الوحدات ومنحترم فريق الوحدات ومنحترم جمهور الوحدات ومنظومة الوحدات بالكامل لكن احنا خضنا مع الوحدات اكثر من مباراة في سواء السنوات الماضية ونادي الحسين بيعتبر مباراته دائما مع نادي الوحدات لها طابع مميز من حيث المنافسة ومن حيث النتائج فاحنا ان شاء الله راح تكون مباراة تليق في الجميع وتريق بالمنظومة بس احنا اليوم نريد ان نكرس مفهوم ان نادي الحسين هو نادي بطولات الآن ونحن قادمين سواء الموسم هذا ولا المواسم القادمة لحزد البطولات بإذن رب العالمين جميل 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 بعود من اربد الى عمان الى بشار الحوامدة دكتور يعني انا كنت اتمنى ان يكون اللقاء يعني عندي بالسيديو هون كنت محضر لك كثير اسئلة ولكن يعني اليوم الظروف ما باع في خدمتك ولا ما خدمتك مستحقات اللاعبين موسم للنسيان للوحدات ما تقولي لا عزوف جماهيري كيف رح تتعامل مع هذه الملفات وظلالها على هاي المباراة والموسم القادم يعني لا بدأ طرح كيلك لا والله يا احمد معلش ممكن الموسم لم يكن يعني يلبي طموح نادي الوحدات من ناحية الدوري احنا اليوم حققنا بطولة كأس الكؤوس صحيح وان شاء الله البطولة القادمة اليوم السبت اذا حققناها بيكون الوحدات في اصعب موسم يعني مرغ علينا ماليا وجماهيريا واحداث غزة وانا بوجه تحية لكل المجاهدين في غزة ونتمنى نتمنى لهم الخير دائما ولا يرحم شهدائنا في غزة هذا كله يعني رمى بضلاله على نادي الوحدات والكرة بشكل العام الكرة الأردنية لكن اذا حققنا البطولة بنكون احنا حققنا نصف بطولات الموسم يعني كأس الكؤوس والكأس الأردن في ظرف صعب جدا ده منحكي على الأمور المالية بدي أحكي لك شغلة مهمة أخي أحمد اليوم الوحدات بدخل مباراتنا الأخيرة في الكأس الأردن وفي الموسم تقريبا بقي راتب واحد فقط على مستحقات اللاعبين لهذا الموسم الحالي في أطول موسم بتاريخ كرة القدم الأردنية تقريبا سنة وشهرين أو سنة وثلاث شهور مع كل هذه التوقفات التي صارت وتحملنا 14 شهر بتحكي اليوم احنا من حوالي 850 ألف دينار أو 860 ألف دينار إذا صارنا دافعين حوالي 750 ألف دينار فهذا أنا أعتبره إنجاز كبير في الوقت اللي احنا خسرنا العائد الجماهيري الكبير حوالي ربع مليون دينار أردني كانوا مفروض موجودين في مزانية الوحدات إذا كان هناك حضور جماهيري لكن للأسف لم يكن الحضور الجماهيري بالمستوى المطلوب وهاي من هذا الموقع يعني بطلب من جماهير نادي الوحدات ولو معنويا يكونوا موجودين في مباراة الغد مش عشان الأمور المالية لكن تشجيع اللاعبين إثبات أنهم موجودين حتى أنا حكيتها بمرات كثيرة أخي أحمد اليوم إذا بدك تدعم غزة وبدك تكون لازم تكون موجود في المدرج وتسمع صوتك للعالم مش تكون موجود في البيت لا بالعكس بتحرض للأسف الجماهير اللي حابت تحضر هذه المباراة وتتهمها بأبشع التهم أنهم غير وطنيين وأنهم مش مهتمين بغزة وخلينا نترك أحمد موضيع الانتخابات للأسف جانبا ونوقف جنب فريقنا يا سيدي ما توقفوا لا مع الرئيس النادي ولا مع أعضاء مجلس الإدارة ووقفوا مع الفريق اللي بستاهل هذه البطولة وكونوا موجودين فأنا هذه دعوة شخصية مني ومجلس الإدارة بحضور الجماهير وبكثافة وبقوة يحضروا آخر مباراة في الموسم وإن شاء الله يتتوج الوحدات في هذه البطولة اللي تعني لنا الكثير رجوعا للأمور المالية أحمد في اليوم الوحدات بقي راتب واحد مبارح بالزبط إحنا عملنا مخالصات لكل محترفين قبل المباراة كل مستحقاتهم جاءة وواصلة معناش أي ضغط مالي إلا آخر راتب تقريبا وإن شاء الله نقدر إحنا كمان خلال الفترة القادمة جميل نقدر ندفع آخر راتب على أكس ما يقال أنه مثلا في أندي كثير في أشهر أربع أشهر وخمس أشهر إحنا الوحدات يمكن أحسن نادي إحنا والحسين تقريبا في أنه ملتزمين في المستحقات الشهرية لللاعبين جميل جدا الحديث دكتور بشار وكأنه يعني اليوم بأكد أنه الوحدات لديه الملاء المالية اللي راح تساعده الموسم القادم وأنهت الموسم الماضي وبينقل أنا هذا الطرح للأستاذ غيث المعاني نائب رئيس نادي الحسين وكأنه الدكتور بشار يا أستاذ غيث بيقول لك مش لحال كنت دفعت المستحقات لا إحنا دفعنا وهينا دافعين وجايين على إربت يا أخ أحمد نحن بالنتيجة بالنسبة أننا نتمنى أنه كل الأندي الأردنية تكون في حالة استقرار مادي وفي حالة استقرار إداري نحن نتمنى لكل إخواننا في الوحدات في الفيصلي في الجزيرة في الرمثة في كل منظومة كرة القدم الأردنية أنه يكون عندها قدرة أن تدفع هذا الرواتب لأنه يعني استقرار الأندي الأردنية هو استقرار لكرة القدم الأردنية وبالنتيجه رح يكون هذا انعكاسه على المنتخب الوطني ويكون انعكاسه على الوطن بشكل جميل احنا منبسط لما نشوف منتخب يشارك بأبطال آسيا ويشارك بكأس العالم ويكون في نخبة من أبنائنا أبناء هذا الوطن أبناء الأندية بتقدم منجزات بالعكس هذا الأمر يسعدنا ويثلت صدورنا أنا والله الأخ بشار يعني أثار موضوع بجوزحنا فاتنا في الحديث اللي هو موضوع إخواننا وأهلنا وأشقائنا ويعني في الوجدان وفي الضمير إخواننا في غزة احنا كلنا متألمين على الوضع في غزة يعني الأردن كلها متألمة على ما يحدث في غزة سواء قيادة وشعبا وأندي رياضية ومجتمعات محلية فالتأثير المكان موجود في غزة هو أثر على الجميع لكن يعني خلينا نحكي كمان نكون منصفين مشان نعطي كل إنسان حقه النتائج هي التي تحضر الجماهير إلى الملاعب وإحنا نادر حسين عنا تجربة هذا الموسم والموسم الماضي عندما تطورت نتائج الفريق صار يجي جماهير على الملاعب صارت تمتلئ الملاعب صارت تباع التذاكر وبالنتيجة صار ينعكس هذا المردود المالي على الأندية إحنا بنادي الحسين الحمد لله موضوع التزامات المالية من سنتين ثلاثة متجاوزينه وإحنا منعتبر مصداقيتنا مع اللاعبين يعني هي أكبر من أكبر نجاحات اللي منحققها اليوم اللاعب الموجود في نادي الحسين هو ناعب مستقر ماليا مستقر إداريا أليت التعامل معه أليه محترمة إحنا منحترمهم هذول أبنائنا وأخواننا وأشقائنا وأحنا أكبر هم بيكون موجود على قلوبنا وعلى تفكيرنا أنه هذول اللاعبين يكونوا مرتاحين ويمكننا على درجة عالية من الوفاء معهم بهذا الموضوع أستاذ غيث أنا أحاول أن أطرح أكبر كم من الأسئلة واستثمر وجودكم معنا في هذه الحلقة برجع لدكتور بشار دكتور بشار برأيك وهو بجوز سؤالنا الأخير قبل ما أسألك عن المنتخب الوطني وانت إليك رأي في هذا الموضوع دائما رسالة بتوجهها لجمهور الوحدات في ملعب الحسن القرعة جاءت بملعب الحسن رسالتك لجمهور الوحدات بشكل سريع يعني رسالة واضحة جمهيرنا في الوحداتية في إربد جمهور كبيرة وعظيمة وحتى جمهور الحسين إربد جمهور أضافت نكهة جديدة للتشجيع في الأردن وأحنا نحترمهم ونقدرهم ونبار كلهم حتى بطولة الدوري حاولنا نزور إدارة الحسين لكن ظروف شخصية عندي أنا في الفترة الماضية منعت ذلك لكن إن شاء الله في زيارة قريبة العلاقات ممتازة إحنا اليوم نحكي هاي مباراة بالأخير حبية ومباراة لازم تشهد نوع من الأخلاق العالية وبتعرف نص لعيبة الحسين كانوا بالوحدات ولعيبتنا كانوا بالحسين يعني حتى اليوم هي تبادل أدوار أحيانا بتلاقيها اللعيبة موجودين في كل الأندية الأردنية فبالتالي الفرحة إن شاء الله تكون للوحدات ولجمهورنا في إربد وأنا متأكد جمهور إربد ستتحلى بكل الأخلاق العالية ونحترمهم ونقدرهم وندعوهم يكونوا موجودين في الملعب بس حبيت أحمد أوضح شغلة مهمة إحنا اليوم على موضوع الأمور المالية لو سريعا لأنك أنت حكيت عبارة مهمة إحنا اليوم الوحدات ما فصل نفسه عن الأندية الأردنية من ناحية المالية ووضعنا صعب جدا زي بقية الأندية الأردنية لكن أنا كنت أتحدث فقط عن الموسم الحالي إحنا تقريبا أنهينا مستحقات اللاعبين لكن عندنا مدينية صعبة وعندنا هذه دعوة كمان لرجال الأعمال الوحداتية يكونوا قريبين من نادي الوحدات لا يمكن لشخص واحد في منظومة كرة قدم بنادي بحجم نادي الوحدات يحمل هذا النادي لفترات أطول لكن إن شاء الله المرحلة القادمة يكون فيه توجه من رجال الأعمال وتوجه اللي حكينا فيه من الشركات تتبنى وترعى ويصير فيه توأمة بين الشركات والأندي حتى ننهض بكرة القدم الأردنية اليوم ما بصير نحكي اليوم فقط نادي وضعه ماليا جيد إذا راح الرئيس يرجع وضعه سيء شفناها بأندية مختلفة من هالجزيرة من همعان من هالجزيرة فجلة هاي المشاريع لكن احنا هذا أنا بعتبرها فزعة رياضية ما بدنا هاي الطريقة احنا بدنا اليوم فيه مأسسة للأندية تكون شركات ترعاها بحجم كبير حتى نرتق بالأندية الأردنية دكتور سؤال الأخير إليك رأيك وتوقعاتك للمنتخب الوطني القرعة في ثلاثين ثانية إذا سبحت يا سيدي احنا المنتخب الوطني احنا كأندية دعمين للمنتخب الوطني إن شاء الله يعني القرعة اللي اللي أنا شفتها بالفترة الماضية قبل يومين أنا شوي بنتقد الفرحة الهسترية لأعضاء الاتحاد بأنه احنا وجينا في مجموعة معينة حتى لو كانت مجموعة أقل والأعلى المفروض احنا نتعامل بطريقة مختلفة ونحترم الخصم القائمة الموجودة معنا مش سهلة بالعكس من أصعب الفرق طموحنا عالي جدا ثقتنا بلاعبيننا وبالمدرب القادم إن شاء الله عالي جدا وإن شاء الله المنتخب بوصل لكأس العالم لكن أنا بحكي شوي هاي رسالة الاتحاد الهدوء وعدم الاستعجال وعدم التصريحات اللي مألها معنا وأتمنى كمان هاي رسالة للعبين المنتخب يركزوا على كرة القدم ويبتعدوا عن السوشال ميديا اللي أولها بتكون حلوة لكن بعد هيك بتصفي مألها معنا طيب بدي أرجع لك دكتور بشار عودة أخيرة بس بدي أروح للأستاذ المحامي غيث لمعاني أنا كنت قلت له مهندس وهو ما شاء الله عليه يعني مهندس بكلامه مهندس بطبيعته أستاذ غيث أنا يعني بيصة راحة الرسالة أوجهها أنا أشكره دكتور بشار على الرسالة أوجهها لجمهور الفريقين جمهور الوحدات والحسين لديه الثقافة حتى يتعامل بكرة مع الشكل المطلوب أستاذ غيث المفروض إحنا كان يعني أنا بجوز ما كنت حابة أحكي على الهواء ولكن الآن لازم نحكي على الهواء المفروض كان يكون معنا الأستاذ عامر أبو عبيد رئيس نادي الحسين وأنت بالتأكيد أنت الكبير وأنت القادر وأنت العارف ولكن صار ظرف خاص مع اليوم شو الخبر اللي صار حتى الموضوع ما يتم تداوله بأي طريقة غلط خلينا نستقل خبر من مصدره مصدر نادي الحسين والخبر يعني بصراحة هو كان أجبر عامر أبو عبيد أنه غادر للبلاد والله يا أخ أحمد إحنا للأسف اليوم صباحا كان مفروض يكون ابن الأخ عامر أبو عبيد في طريقه للمطار للمجيء للأردن لحضور نهائي بطولة الكأس غدا وتعرض لهذا السير على طريق المطار والآن يعني إن شاء الله دخل المستشفى هو وإن شاء الله أنا كنت على تواصل مع الأخوة في السفارة الأردنية في قطر وكنا على تواصل مع المستشفى والآن إن شاء الله أنه أموره مستقرة ووضعه جيد يعني هو طبعا داخل المستشفى الآن يوسف يوسف ابنه الكبير نعم عرض لحد السير لكن الحمد لله أموره مستقرة تحدثنا مع الطبيب المشرف إن شاء الله أنه الأمور مستقرة مسألة أيام ويخرجه من المستشفى سالم وعافى بإذن رب العالمين ويعني إحنا هذا الرجل نتمنى أنه ربنا يشافي يوسف ويحمي أبو يوسف هذا الإنسان اللي ما قصر مع مدينته ما قصر مع نادي ما قصر مع جمهوره بديش أنا أبالغ إذا قلت ما قصر يعني معنا بتطوير كرة القدم الأردنية قدم نموذج إداري ومالي ورياضي متقدم جدا إحنا كجمهور نادي الحسين وكإدارة نادي الحسين نتمنى أنه ربنا يشافي يوسف ويعافيه ويقومه بالسلامة ويرجع أبو يوسف إن شاء الله سالم وعافى كمان إن شاء الله وأنا بطلب من جمهور نادي الحسين إنه إحنا بكرة نكون على يعني درجة عالية من المسؤولية إحنا وإخواننا بنادي الوحدات إحنا تاريخيا علاقتنا مع نادي الوحدات كجمهوره كإداراته نعم يعني دائما علاقات طيبة وودية وبكرة إن شاء الله مدينة إربت فاتحة يعني يعني حظنها للجميع وتستقبلهم بود وبمحبة وبإحترام إن شاء الله أنا بدأ أشكرك نائب رئيس نادي الحسين غيث المعاني أعتواجدك معنا من مدينة إربت أعود وأكرر أنه كان المفروض يكون معنا على الهواء مباشرة عامر أبو عبيد ولكن تعرض ابنه إلى حادث سير في خارج البلاد فغادر الرجل نتمنى سرعة الشفاء لابن هذا رئيس نادي الحسين بالتأكيد لا نتمنى إلا الشفاء ولا نتمنى الضرر لأحدا دكتور بشار إذا عندك كلمة أخيرة أنا شايف عندك كلام والله فعلا أنا تأثرت بالحديث بتمنى الشفاء العاجل لابن أخونا وصديقنا العزيز عامر أبو عبيد وإن شاء الله يطمننا عنه نحاول نتصل فيه اليوم لأنه هذا خبر مزعج والله يشفيه ويكون موجود معنا إن شاء الله هو وابنه كمان في المدرجات في المرحلة القادمة بشار حوامد رئيس نادي الوحدات نائب رئيس نادي الحسين شكرا جزيلا لكم أعتقد صورة تضحات بيبن خص نهاية كأس الأردن الوحدات والحسين مباراة تاريخية أدعوكم لمتابعتها عبر القناة الرياضية أحدى قنوات التلفزيون الأردني في تمام الساعة السابعة ونصف ستكون بداية المباراة سيكون يسبق السيديو خاص تغطية خاصة لهذه المباراة بإذن الله منقول مبروك للفائز وللفريق غير الفائز مبروك للجميع وفي النهاية نقول مشاهدين لكم أجمل تحية على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر